موسيقى مشاهدي سبوتشوت أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج وجهة نظر وضيف اليوم النائب السابق خلت ظاهر أهلا وسهلا فيك أهلا بكم يعني كنت ترند الأسبوع الماضي بالمواقف المتفجرة أنت كنت بالعادي بتقول أنه ما حصل في غزة عامل انقلاب بالعالم ولكن اللي شفناه أنه خلت ظاهر عامل انقلاب هو شخصيا بمواقفه غازل إيران وحزب الله والمقاومة منذ أيام بس بدنا نعرف نحن شو حصل بين ليلي وضحاها لحتى شفنا وسمعنا منك هذا الغزة الكله بسم الله الرحمن الرحيم أول شي أنا خالد وخالد يعني مواقفه جريئة صريحة مبدئية المقاومة هي خطمة منذ أن ولدنا ومنذ أجدادي اللي حصل في غزة فعلا أنقذ الأمي من حالة الأحباط وحالة الضعف والهوان وكادة يعني الشعور كادة الشعور العام عند الأمي كلها أنه قضية فلسطين انتهت والتطبيع ماشي من طبع ومن يسعى للتطبيع وبدأ الصهين يذهبون إلى عواصم الدول العربية وياسيحون ويعني يهيمنون والكل كان في حالة خضوع جاء طوفان الأخصى لينقذ الأمي ويحيي فيها روح الكرامي والعزة بأن فئة قليلة كانت محاصرة مع الأسف من الأشقاء قبل الأعداء استطاعوا أن يزلزلوا الكيان المحتل ويضربوا الجيش الرابع عالمياً جيش الإسرائيلي والمدعوم بجسر جوي من أمريكا ومن الناتو كله استطاع هؤلاء الصمود حتى الآن تسعة أشهر وهم يثخنون في العدو قتلاً وجرحاً ويعني الكيان أو المستوطنين لم يعودوا يشعرون بأمان والقسم الأكبر منهم يعتبر أن عليه أن يخرج من هذه الأرض لأنها ليست لهم والمواقف السياسية العالمية التي كانت تؤيد إسرائيل بشكل مطلق رأينا أن دول دول بدلت رأيها من ناحية فلسطين والدولة الفلسطينية وحق الفلسطينيين بدولة وبالعيش الكريم وغيرها ولكن لم تناصر المشروع الإيراني لم تناصر حزب الله وحدتك لك باع طويل بمعادات أو إذا بدك مناهض لهذا الفريق أولاً غزة توحد الصف العربي والإسلامي والإنساني لذلك أنا قضية غزة أتوافق فيها تماماً مع حزب الله ومع الدول التي تؤيد الحق الفلسطيني يعني جنوب أفريقيا ألا تستحق الشكر كولومبيا، غنزويلا، إيرلندا، إسبانيا، طلاب الجامعات في أمريكا، المظاهرات المليونية في لندن وفي باريس وفي الدول الأوروبية طيب أنا كل من يدعم المقاومة يربح يعني راية فلسطين وراية المقاومة راية تربح أنت اليوم عم تمشي مع حزب الله أنا أولاً من يماشي مع حزب الله أولاً أنا قبل حزب الله في الجنوب خالد ظاهر ومن معه في الجنوب مقاومة للعدو ودفاعاً عن أرض لبنان ثم جاء بعد ذلك حزب الله وتدرب عندنا يعني أنا كنت مع القوات الفجر وأنا مع ميت شاب إجوا من الشمال من النكار والترابلس والدنية والمني واستلمنا المواقع ودفاعاً عن لبنان وحزب الله تدرب عندنا وعلاقتنا كانت ممتازة بحزب الله أنا كنت نائب 96 للألفان دعم المقاومة ودعم الجنوب قبل دعم الشمال يعني اهتمامنا ببلدنا قائم حظيم يعني هم كانوا عندكم اليوم كيف لك أن تكون أنت تحت جناح وليس هم تحت جناحك أولاً أنا لن أكون تحت جناح أحد وكما يعرفون الناس خالد قائد وكما تقول العرب في أمثالها الرائد لا يخذل أهله أنا بيعرفوني مضحي بدمي وبروحي دفاعاً عن كرامة أهلي وبلدي ضد العدو الإسرائيلي وضد أي أغلاط داخلية تمس كرامتي وكرامة وطني يعني بصريح العبارة التقينا مع حزب الله على قضية كقضية مشرفة دعم القضية الفلسطينية ودعم المقاومة في غزة إذا حزب الله بهذا الخط وقلت أنا يمكن بمقابلة أنه نحن مع هذا الخط أما في الداخل لا نرضى بالزواريب وبالأمور المعيني وأنا كلام مهم جداً يمكن هذا الذي أخذ رضا القسم الأكبر من اللبنانيين أنه أنا حذرت أنه الآن في معركة غزة وحزب الله في الجنوب ينصر غزة الآن المطلوب من كل القوى اللبنانية بهذه المرحلة الخطيرة المصيرية أن نقف جميعاً يداً واحدة وصفاً واحداً في مواجهة العدو وأن لا نشغل أنفسنا وننشر الفوضى في داخل وطننا بالتصويب على حزب الله في هذه المرحلة وقلت أنه خلنا ننتهي من موضوع غزة وبعدها من ناضل داخلياً نعمل معرضة لحزب الله في مين بيصير مشروع وطني مش رح يستغل هذا كله اليوم في حال طبعاً صار نصر معين في الجنوب لحتى يكون هو أقوى في الداخل يعني اليوم السياسي يعني بعض عم بيقول لك كخالد الظاهر أنه اليوم شايف حزب الله عم يرباحه عم يعمل يعني معركة رح تربحه سياسياً داخلياً ودولياً حتى وأقليمياً وبالتالي أنت بدأت تمشي مع هذا الركب شوف المقاومة التي كانت سابقاً في جنوب لبنان كانت مقاومة مشتركة إسلامية ومسيحية وصنية وشيعية ودرزية وارثوذكسية ومارونية كل القيادات شارك وكل الشعب شارك في التحرير وكان القسم الأكبر في الآخر بالديمغرافيا للشيعة طيب أنا هذا الموقف الوطني حرر لبنان الآن علينا أن نستكمل ما تبقى من مزارع شبعة وتلالك في رشوبة نحقق السيادي وأنا اللي حزرت منه وكنت خايف منه أنه أنا بعرف أنه السياسي هي استشراف بس اليوم مزارع شبعة أليست شماعة ربما لبقاءة السلام الآن عندما قضية غزة الآن وانتصار غزة ما نسمع بكلمة مزارع شبعة ما نسمع فقط أنه الجبهة اسمها إسناد لغزة ما في اليوم زخم حتى من السيد نصر الله والدولة اللبنانية أنه نحن هذه معركة لتحرير الأرض لا هذه جزء من المعركة بهذه الفترة ومع انتصار غزة ومع الجو القائم الآن إذا عم تلاحظ أنه هوكشتاين رايح جاي وعم يحاولوا يفصلوا جابهة لبنان عن جابهة غزة وعم يحاولوا أنه خلونا نرسم وما نرسم إذن نحن مستفيدون في لبنان كل الفئات وطنياً أن نسترجع حقنا في جنوب لبنان في المزارع شبعة وفي تلال الكبرتوبة وفي نفس الوقت عندما ننتهي من المعركة في غزة ونرجع إلى لبنان من حق الناس اتعارض حظب الله توافقه يعني لا صوت يعلو فوق صوت المعركة الآن أكبر جريمة أن يسعى البعض إلى فتن في الداخل وأنا سمعت أصوات الحقيقة خطيرة يعني أنا وقت اللي بيحكي النائب كاميل شامعون أنه عندي عشرين ألف مقاتل بها المرحلة يعني هيدا أمر خطير أنت بدك تدخل للبلد بمعركة مع حزب الله هو مش مشروع اليوم يكون الواحد اللبناني أو المواطن اللبناني أو السياسي اللبناني ضد إسرائيل وضد المشروع الإيراني من هو مشروع هذا الأمر؟ من حقنا ومن حق كل لبناني مش من حقهم يخافوا من هذا المشروع اللي بده يمكن يربما بالنسبة للمسيحيين أنه فايت لا يأسلم هذا لأملك كلمتين حزب الله والخط المقاوم لإسرائيل من حقه أن يدافع وأن يعمل وأن يقوي وضعه في داخل لبنان ولكن بالأساليب الصحيحة يعني مش بالعملية الهيمنة هيدا الأمر الآن ما فينا نحكي فيه طالما في جبهة مفتوحة علينا أن نوحد صفنة ضد العدو المشترك يعني إسرائيل المحتلة مش دولة ضد المسلمين وبس هي ضد المسيحيين عقائديا ضد المسيحيين مثل ما ضد المسلمين وعلى أرض الواقع كنيفة القيامة في القدس مثل ما فيه المسجد الأقصى ما فيه مسيحيين بقلب فلسطين إذن نحن قضية إنسانية دينية قومية عربية يعني تقللوا هيدا للعشرين ألف يروحوا يقتلوا إسرائيل أنا برأيي هذا الكلام خطير وسمعت كلام من أحد الإعلاميين أنه يطلب من إسرائيل أن تقضي على السنوار يعني السنوار الذي يقاوم الاحتلال أنت مع المحتل إن هذا أمر خطير هل البعض يريد بدفع خارجي أنه يعمل حرب داخليا مع حزب الله يعني هذا لا يحلم بذلك أحد لا نحن سنيا نمشي بهذا الموضوع ولا مسيحيا شو عمل بسبع أيار حزب الله؟ تنسى مع استباحة بيروت؟ هيدا الموضوع فينا نواجه وفينا نناضل داخليا بس ننتهي من قصة غزة أنا مني عم أقول للعالم أنتو بشوا بالمشروع الإيراني أنا مش مش أنا مني بالمشروع الإيراني أنا مشروعي وطني أنا بدي دولتي قوية أنا بدي مؤسسات الدولة الجيش والقوى الأمنية تبسط وتطع على كل الأرض ولكن علينا أن نستفيد من سلاح حزب الله الآن في الدفاع عن لبنان لأنه في قضية خطيرة يعني قادر حزب الله يجر شخصية مناهضة إله لا تحكي هذا الكلام لا لا ما في جر نحن هذا موقف مبدئي يعني هل أحد في لبنان يشك أن العدو المحتل في فلسطين يطمع بأرض لبنان وبثروات لبنان وبالهيمن على لبنان ويتمنى زوال لبنان الدولة المتنوعة لأنه يسعى إلى يعني إسرائيل أخطر من المشروع إلى الدولة اليهودية الصافية إذن نحن العدو الإسرائيلي يريد الهيمن من النيل إلى الفرات ما يشتعى للبنان ومصر وعلى سوريا وعلى الجزء من العربي وعلى السعودية إذن نحن الآن نلتقي طبيعيا مع حزب الله ضد العدو وفي الداخل نختلف نناضل نلتقي في نقطة مهمة لا يجوز أنه نعتبر أن والله إذا المقاومة في غزة انتصرت والحزب الله يشاغل العدو هنا ويدعمها ويسخط له ما يقارب يمكن 600 شهيد صاروا عزما أكثر وعدى عن التدمير وعدى عن الخسائر طب هؤلاء يناضلون الآن أنا شو بدي أعمله أنا كمسلم سني أو كمسيحي وكإنسان وطني أنا هل يليق بنا أن نطعن حزب الله في ظهره وهو يقاتل عدونا طب البعض بيسأل هون هل يليق بك أن تنسى مناصرة حزب الله لمن تعتبره مجرم ضرب الناس بالكيميوية بشار الأسد في سوريا ومن هجر ربما وقتل أو ساهم بتغطية هذه الحرب في سوريا طبع طويل في هذا الموضوع أيعقل أن يوم إذا بدك فقهيا حتى كونك شخص متدين أنه اليوم تناصر هو نفس الشخص اليوم فقط لأنه يقاتل إسرائيل لا يعني أنا بيحقل اليوم أقتل أي شخص وثم أقتل إسرائيلي وأصبحه ناضلا أولا لو سئلت عما يجري في سوريا أنا مع حق الشعب السوري في حريته وفي سيادته وفي دولته وفي نظامه الديمقراطي الحر حتى ينال كارونتو أنا هنا قلت أنه أنا مني مع سبعة أيار في بيروت ومنك مع الحزب في سوريا ولكن ننسى هذه المآسف لكن أنا الآن عمدي هذه القضية الآن وعندما ننتهي من هذه القضية في داخل لبنان يمكن أن نتفق مع حزب الله يمكن أن نختلف أما موضوع سوريا أنا وكل إنسان مخلص يتمنى أن تستقر سوريا وأن تخرج الاحتلالات من سوريا لأنه فيه جيوش من أمريكا وبريطانيا وفرنسا وإيران وتركيا إذن نحن وفيه ميليشيات ويعني وضع سيء في سوريا نتمنى وأنا يمكن أن تحكي علي أنه كأني أنا أبعت مقاتلين على سوريا وربي يشهد علي أنني لم أرسل شخصا واحدا إلى سوريا ولم أدفع بذلك لم تتدخل بالحرب السورية لم أتدخل تدخلت في لبنان عندما جاء الجرحى استعد بما أستطيع اللاجئين أما أن أسعب الفتن وأتدخل في سوريا الشعب السوري هو اسمح لي ذاكرك بس خل قضية الشعب السوري بالحوار بالحل السياسي بنضاله يستطيع أن يحفظ حاله وأن يحقق أهدافه بنضاله ضد مين ضد النظام حر هو ضد النظام أنا ما ألي علاقة وهذا أمر كثيرا بتهادن النظام السوري لا لا ما نعم هادن شوفها حركة حماس حركة حماس يا أستاذ كانت بسوريا عندما طلب من النظام تدعمه وتقاتل معه خرجت حماس من سوريا يعني قالوا نحنا ما منتدخل بين الشعب وبان النظام وأنا ما بتدخل بين الشعب وبان النظام بتمنى بس لا في حق حضرتك تناصر الحق في فلسطين تناصر الحق في فلسطين نعم السوري الذي انتفض يعني برأي كتير ناس انتفض بواجه الظلم ومنعرف كلنا شو يعني النظام السوري أنا مع الشعب السوري في لبنان وغيره يا أستاذ أنا مع الشعب السوري ومع وقت الفتن في سوريا وحل فياسي في سوريا وأتمنى وهذه قضية بسوريا الآن أنا قضيت بس شعب ونظام تدخلات خارجية هناك من يريد لضعاف سوريا وبصريح العبارة هناك المشروع التفتيتي الذي يعمل عليه في سوريا يعني أنا بس بدي نقطة انه العقوبات على سوريا على مين عم تجي بالله العقوبات الأمريكية على النظام ولا على الشعب السوري الذي يعني من الفقر والجوع يترك سوريا ويهرب نصهم هجر من وراء هذه الحرب والبعض بحمل مسؤولي إلى حزب الله في موضوع التهجير حزب الله حزب الله نشارك بهذه القضية بمناثرة النظام السوري بظروف معينة أنا لا أوافقه عليها لكي نكونوا نصريحين ونوضحين لا في الداخل في لبنان في بعض الأخطاء وأنا أقولك أنه لازم يصير حوارات على تنقية الأجواء في داخل لبنان لنواحد الصف وفي موضوع سوريا لازم يصير فيه حوار لكيف نخرج من المأزق لأن ضعف سوريا يعني ضعف إلنا جميعا بدي أذكرك بهذه الجملة اللي إلت في بداية الثورة السورية بعدك تسميها ثورة على كل حال طبعا ثورة نعم شعب قام حقه نعم طلبت بنشر الجيش اللبناني لمنع الإرهابيين تقصد حزب الله من الذهاب إلى سوريا هل اليوم أنت تناصر إرهابيين؟ لألك شغلة صغيرة هذا خلاف سياسي قائم بمن يؤيد النظام وبمن يؤيد الشعب أنا أتمنى أن يبسط الشيش اللبناني والقوى الأمنية سلطة على كل الأراضي اللبنانية وأن ننفذ ما نتفق عليه في لبنان يعني أنا ما في كل بحدي يشتغل في لبنان على كيفه لكن قضية فلسطين قضية جامعة وقضية غزي الآن حزب الله مصيب في هذا العمل ويؤدي دورا ويعني أنا لاش أنا تابع لحزب الله أنا قلت لك قبل حزب الله في مقاومة العدو والآن يقول شغلي صغيري قبل طوفان الأقصى إجا الشهيد صالح العروري إلى لبنان وكان طبعا حركة حمال هو من الحلقة الضيقة كانوا يهيئون لطوفان الأقصى لأن الأمور كانت خطيرة يعني أنت تعلم بهذه المقاربة لا لا هذا عرفته بعدين القضية كانت إسرائيل تريد تهجير أهل الغزي إلى سيناء مصر وتهجير أهل الضف إلى الأردن وتهجير الفلسطيني الداخل والقدس لتصبح إسرائيل دولة يهودية خالصة طافية وكان التطبيع وقلنا أنه الوضع العربي كان يعني في حالة في حالة يرثى لها ضعف هذا والتطبيع ماشي على قدم وساق والإسرائيل مهيمن مدعومي والدول العربية عندها ظروف ضعف وإلى آخره كانت الأمور كأنه رايحة على التطبيع وعلى فتحة الآفاق والأماكن والعواصم العربية لليهود ليعيثوا فسادا في هذه الدول ويهيمنوا ويصيدروا لما كان تخطيط حماس أمام المؤامرة اجهوا على لبنان إجاب صالح العروري التقى بالجماعة الإسلامية كفصيل سني عنده تجربة في مقامة الاحتلال في الجنوب وكان فيه فتور بين الجماعة الإسلامية وحزب الله وجرى ترتيب الأجواء وأننا في معركة تخصنا جميعا وهذه معركة مشرفة ليست فتنة داخلية مثل السورية ولا فتنة داخلية مثل العراق بس حضر رقم تقولك أنه الحزب يعلم بسبع أكتوبر لا 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 ما هذا الموضوع إذا اجع قبل صالح العروري جمع بدون ما يقول لهم شو حيصير بدون ما يقول لهم جمع الجماعة الإسلامية كقوة سنية لأنه حزب الله بصريح العبارة كان في فترة في فتور مع الجو السني بعد الأحداث سواء في سوريا أو في سبعيات ويعني لا شألت لك أنه غزة جماعتنا غزة غطت على أمور كثيرة علينا أن نناقشها ونتحاور حولها لنتلافاها فجمع الصف صالح العروري بين الجماعة الإسلامية وحزب الله وعندما حصل طفان الأقصى كانت الأجواء مهيئة لي لمشاركة الجميع رح نشوفك قائد عسكري في قوات الفجر قريبا ستعود إلى ساحة الفجر يا سيد أحمد أنا ما تركت دفاعا عن بلدي وأمتي وخط المقاومة إذا احتاجوني أنا جاهز اليوم أنت قريب من قوات الفجر والجماعة الإسلامية هذا يعني أنا صحيح في التنظيم ما ألي علاقة بس عندك خبرة لكن لكن يعني علاقتي بالقيادات وبالعناصر ممتازة وهذا الخط الآن يجمعنا وهذا خط مشرف لا يمكن لخالد أن يكون في خط إسرائيلي أو أمريكي ولكن ما بتشوف أستاذ خالد أنه اليوم قوة الفجر والجماعة الإسلامية هي تحت جناح حزب الله وبالتالي إذا بدنا نعملها صورة شوي أوضح للناس السنة المقاتلين هم تحت جناح الشيعة المقاتلين هيك عامين حكى حتى في البيئة المقاومة نحن ندافع عن السنة وغيره أول شيء ما حدا تحت جناح هذا وانت بتعرف وأنا بدي أقول شغلي ما حدا قبل هذا ب2006 حزب الله والمقاومة التابعة لحزب الله كانت تقاتل العدو في 2006 ولكن البعض لا يعرف مدى ولا يقدر تضحيات كوات الفجر في منطقتك أنت بالذات في شبعة وفي العرقوب في مساندة المقاومة وفي يعني في فترة حرجة جدا ساهموا ودعموا واحتضنوا مقاتل حزب الله في جنوب لغنا لماذا حزب الله لم يقدر نستاذ ما حدا تحت بعض حدان ولا تحت جناح حدان حزب الله دوله فاعل في الجنوب أكيد ما حدا فيه ينكر ذلك والقوة الأكبر لكن حماس بالتنسيق مع حزب الله بالتنسيق والجماعة الإسلامية بالتنسيق لأنه فيه مناطق رصيد الجماعة الإسلامية أكبر من رصيد حزب الله فيها نعم ولكن التكامل والتعاون والتنسيق بين الأفريقاء قائن وهذا أمر طبيعي وهذا من مطلحة لبنان بهذه المرحلة وصحيح أنه عم نخسر شهداء وعم نخسر أمور ولكن هذا يبني لما بعد معركة غزة لنحصل على حماية لبنان من الهيمن الإسرائيلي من توصل معك من حزب الله من بعد كلامك لأخير هلأ يعني قيل أنه في قيادي أكثر من شخص حكي معي ممثل يمكن جبل لبنان وشمال أستاذ حسن مقداد وعدد من الأشخاص الكنيين وجذرني بعض الناس يعني من من القوى المؤيدة لحزب الله لأنه أنا أخذ موقف في جامع وأنا هون بدي أرجع على قضيه يا أستاذ بس هلأ شو هيصير تنسيق بينك وبينهم يعني اليوم في صفحة جديدة انفتحت مع حزب الله رح تعملوا شي شغل ميداني مع بعض أول الشي أنا طول عمري إنسان حريص على وحدة الصف وأنا هعطيك نسان يعني عندما كان الرئيس عون مرشح للانتخابات نعم طيب أنا شو عملت بهديك الوقت أنا بزلت جهود جبارة في هذا الموضوع وحقلك أكتر أنا حريص على بلدي وعلى التفاهم بين أهل بلدي وحزرت قبل 17-20 في 2019 في 2017 بخطاب مجلس النواب حزرت من الفتنة السنية الشيعية وأنه على القوى الفاعلي أنني وحده الصف لأنه ما بيستفيد من الفتنة بيننا إلا العدو الأمر الثاني على الجديد في 2017 قبل تشكيل حكومة الدكتور حسان دياب طالبت حركة أمل حزب الله سيارات الحرق يا عمي لا تقصوا السنة حملوا هم البلد وتعاونوا من أجل مصلحة البلد ورأينا نتائج هذي جون بدلوا هني هذا السيارات شوف أنا الآن عندي موقف مبدأي تجاه فلسطين وحقولها بصراحة أنا ضد العدو وفي الداخل لا أسمح لأحد أن يمس كرامتي أو كرامة أهلي أو كرامة سيادة بلدي ولا كرامة حتى طائفتي لا تسمح يعني ممكن تعمل تشكيل كمان عسكري شوف العدو ضد من يتعدى عليك لا معنحكي بالتشكيل العسكري في الداخل إلا إذا حدا بده يمس كرامتي أو يعتدي علي طيب نفس مبدأ كمية شامون مش نفس المبدأ أنا ما قلت الآن أنا بدي واجهة حزب الله أنا الآن هو بيعتبر حزب الله يتعدى على دولته وعلى جيد جدا خلينا نخلص من قصة غزة ونناضل داخليا ويمكن نشكل تحالف وطني مشروع وطني لسيادة لبنان وحزب الله لازم يكون كحزب الله جزء أساسي من اللبنانيين هل حزب الله وجمهوره ما بد بلد يعني حضاري بلد متماسك بلد ينهب بلد يتم الماء والإعمار فيه من خلال الاستقرار السياسي والأمن إيران هيك بده بلبنان لا الآن في قضية يعني نحن الآن غاضفين بالقضية رغما عننا يعني أنا بدي أقول أنا ما بدي برق حزب الله بس بدي أحكي كلمة تحق إسرائيل هي المعتدية علينا وليس حزب الله المعتدية على إسرائيل يعني نختلفنا ولكن هذه يعني حزب الله عم يدافع ونحن عم ندافع طبعا العدو دايما عنده أطماع في لبنان ودايما هو اللي بيتعدى على لبنان ولكن السيد نصر الله كان واضح لما قال أنه نحن اللي فتحنا الجبهة إسنداً لغزة هذه الجملة يلي خلت البعض في لبنان أنه أنه لبنان هو بنظر البعض يلي بشر بالمعركة أنا ذكرت لك بسياق الحلقة أنه إسرائيل تطمع في لبنان تريد تخريب لبنان لأنه نموذج حضاري متنوع الطواف وهي تريد الدولة اليهودية الخالصة وبالتالي هي معتدية علينا وعلى حدودنا وعلى أرضنا وعلى ثرواتنا إذا كان في عنا هذا الجو الآن الإقليمي لأنه غزة الآن تمثل وصمود غزة هو لمصلحة الأمة والبشرية والإنسانية ما بس مسلمين مسلمين ومتحيين فبالتالي حزب الله الآن بيصريح للبعض مش طبيض وش معهم ولا أريدوا منهم شيئا ولم أسعى للقاء أحد منهم طلب أهلا وسهلا بيجي لعندي هل التقيت وزير الثقافي نحنا عنا معلومات أنه عم بيكون لا والله ما التقيت فيه عم بيجرب هو يقعد مع شخصيات معارضة للحزب السنية لتقريب وجهة النظر مثل ما عم تحكي لو طلب اللقائي ما عندي مشكلة بس أنا ما أطلب رابط اللقائه وبيعتقد أنه العمل الآن كويس بخطوة جيدة في البعض أخصوص بعد ما وقفك أنه التحقت بركب من يسعى إلى مال من حزب الله وإلى منصب لأنه الحزب ربما عم يعمل بعض الأمور لجذب بعض الشارع السني إذا صح تعبير تعويضا عن خسارة المسيحيين يعني في هذا هذا اللي بيحكي هذا الكلام لازم يعرفني أنا شبعان نيابي وشبعان زعامي وشبعان مواقف وطنية وحريص على مصلحة بلدي وسعيت للتعاون بين كل الفئات مع تيروطن الحر مع القوات اللبنانية والآن موقفي تلقفوا جماعة حزب الله موقف مبدئي موقف وطني يسعى إلى رأب الصدع ووقد الفتنة هل يريد البعض مننا وأنا كسني أن نطعن حزب الله في ظهره وأن نحمل السلاح ضده وهو يحارب مع غزي السنية يا أخي بغزي ما في ولا شيعي بفلسطين ما في شيعا إيران وغيرها من الدول التي وقفت مع غزي ومع فلسطين ترفع رأية الشرف رأية المقاومة ضد المحتل يعني وقت اللي الإنسان بيعمل عمل مشرف بيربح أنا هدا كان نعم وبيلغي تاريخه ربما حضرتك كنت أكتر ناس تحكي فيه ما بدي إلجا نفوت بموضوع سوريا ولكن إذا ما نحكيها فقهيا مثل ما كنت عم بتقل أنا حقا دينيا هل نستطيع أن البعض عم يسأل ويمكن في حيرة نستطيع أن يوم مناصرة حزب الله ضد العدو الإسرائيلي وأن ننسى ما نعرفه أو ما يقال عما قام به في سوريا ممتاز هذا السؤال بده تأصيل شرعي فقه نعم شوف يا أستاذ الآن نحن نلتقي وحزب الله على مقاومة العدو المشترق صح؟ نعم عدو لبنان عدو العرب عدو المسلمين عدو النتيجيين عدو الإنسانية عدو الإنسانية أما موضوع العلاقة السنية الشيعية اللي بالفترة الماضية كانت متوترة أنا بدي أرجع لقضية أساسية أن هذه الفتنة هناك من يغذيها ويدفع إليها من الخارج سواء عند السنة أو عند الشيعة أنا العلاقة بين السنة والشيعة تتم أحد على طريقتين إما العيش المشترك واحترام الشخصية ويعني احترام الذات ويعيش كل فريق بعقيدته والتعاون القائم وهذا الذي نسعى إليه وهذا اللي أنا أسعى إليه إذن التالتاني التدافع السياسي إذا ماني متوافق أنا وفريق شيعي بتدافع أنا وياه سياسيا يعني يبيغلب ويبيغلبني بالوسائل السلمية الشرعية أما أن نبقى نعمل توظيفا سواء عند السنة أو عند الشيعة لخدمة المخطط الأمريكي ونختلف فيما بيننا ونتقاتل من أجل مصلحة العدو هذا أنا ما بمشي فيه يعني بعدها فيه بالناحية الفقهية أهل السنة والجماعة وفيه أهل الملة هذه أتمنى العلماء والمفكرين يأصلوها اليوم فيه باختصار باختصار أهل السنة والجماعة هي تجمع المذاهب الإسلامية السنية ووحدة الصف يعني صوفية على ما يسمى سلفية على المذاهب على الأفكار نعم وهان إذا ما تلاحظ أنت ضمن الصف السنة فيه مواقف سيئة جدا يعني فيه حتى وصول إلى التكفير أما أهل الملة أهل الملة فهي تجمع أهل السنة والشيعة يعني أهل الدين وأن الله يحاسب السنة ويحاسب الشيعة على التزامهم بكتاب الله وبسنة رسول الله وعلى محبة آل محمد وأصحاب محمد ونهج محمد صلى الله عليه وسلم هذه الناحية التي أتي أنا أسعى إليها الآن لا نتابع لا لإيران ولا لأي دولة أسعى إلى حماية بلدي وما بدي فتنة ما بدي مثل ما البعض يريد أن يوظف السنة لقتال حزب الله لأنني في جملة إلتا معي أنا بالحلقة السابقة بتقول هناك رجال دين سنة يحصلون على رواتب من إيران وحزب الله بالدولار لفرش ويجري شراء الذمم لنشر التشيع السياسي صحيح صحيح يعني البعض ممكن يسأل اليوم هل تسعى أو نضمت لمن ينشر التشيع السياسي لا 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 أنا أسعى إلى أن يكون أهل السنة يحافظوا على كرامتهم وعلى دورهم وأول دور يجب أن يكونوا فيه ثباقين كما كانوا في الماضي هو في مناصرة الحق في رفع راية الشرف في غزة وأما يعني يدنهم يرفضوا هذه الإغراءات الإيرانية أنا لألك حزب الله وإيران لها أنا ما بنكر وأنا ما ما بزين الغلط إيران دولة خليمية كبرى تسعى إلى نشر تشيع نشر مشروعها في المنطقة وهذا المشروع عبر دعم الشيعة واستقطاب غير الشيعة وهذا أمر جيد جدا بالنسبة لها وهي تربح إيران طيب أنا بيسأل سؤال لماذا إيران رفع راية فلسطين راية المقاومة في غزة لأن راية الشرف لأنها بتبيع سياسيا خليك معي خليك معي لأنها راية شرف وراية كرامي وتربح ما هيك تربح سياسيا إيه وإيران تريد أن توسع هيمنتها وتوسع دورها مش هيك طيب طواريخ لك أنا 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 اللي عم قوله هل ماتت النخوية عند العرب اتهمتن أنهم مجرمون اليوم طبعا دول عربية طبعا دول عربية تسعى إلى وتنتظر أن تقضي إسرائيل على المقاومة في غزة أستاذ خالد عم نشوف حتى في تنسيق سعودي إيراني أو مجتماعات خاصة في غزة وخاصة في لبنان وهن كمان عم بيقوموا بحقنة دماء فيك تقول أن اليوم الدور السعودي مثلا ما عم يسعى للحل الدبلوماسي اللي بينصر فلسطين وبيحقق لدولتها أستاذ لن أجامل ولا أسكت عن الحق الدور العربي أنا بلقيها بصراحة سأقول كلمة خطيرة أهل السنة والجماعة الآن في العالم أموات سياسيا كدول باستثناء المنطقة الوحيدة غير المحتلة هي غزة والضفة والقدس المقاومة الدول العربية ما هو دورها الآن تمديد بيجتمع الدول العربية في جهد دماء ماسي خليك معي على رأس السعودية خليك معي عراسي جزاهم الله خيرا ولكن الجمهور العربي والواقع ينتظر أكثر يعني ننتظر من مصر لك حماس تقاتل العدو الإسرائيلي الذي إسرائيل تدعم إثيوبيا بالسلاح وتحجز مياه النيل عن الشعب المصري أنتم المفروض توقفوا مع حماس ومع المقاومة في غزة وتمنعوا إسرائيل أن تحجز لك أن تموت الشعب المصري الأمر الثاني الدول العربية المطبعة واللي عندها زيارات مع الكيان ما عندك كرامي تطردوا السفير السهيوني من أرضكم طيب ما عندك كرامي وعندك إيمي عالميا أن تضغطوا على الأمم المتحدة وعلى أمريكا وتقولوا لا إذا ما بتوقف إسرائيل قتل الأطفال وهدم المساجد مدال مسجد بغزة من ما دمر مدالة مستشفى مدالة مدرسة مدالة بيوت جوة على أهل أهل غزة وأنتو ما عم تعملوا ما فيك تهددوا بقطع النفط عن الدول التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي أنا شو بدي أقول للدول العربية شكرا شكرا الشكر لإيران التي تقوي مشروعها على حسابكم يا أغبياء نعم مين اللي عم يربح الآن مش إيران التي تدعم بالمال وبالسلاح وبالسياسة وبالإعلام طيب وحزب الله يقدم مئات الشهداء دفاعا عن قضية سنية أو إسلامية أو إنسانية أين دولكم أنتم يا دول عربية ناطرين تستقبلوا الكيان السهيوني وسفراء اليوم مش لازم يصير في مباحثات لحقن هذه الدماء ما تتوسع الحرب أكثر والواحد مثل ما اليوم حماس مثلا والأستاذ خليل الحي شو رجعب الأخير يقول نحن نترك السلاح ونقبل بدولة على حدود 67 وبالتالي نهاية الحروف دائما هي نهاية تسوية سياسية هذا ما تقوم به الدول العربية اليوم قبل توسع الحرب هل مطلوب اليوم أنه يقتل مئات ألاف أو ملايين من العرب حتى نصل لأنه كل أكثريتهم مطبعين وبالسر متعاملين وكل المطلوب منهم أنه يقولوا ياخدوا موقف بس أنه السفير يطرد ونحن لن نسمح بقتل الأطفال يا أخي ما عم نطالب أن يقالط له عن حماس خلي إسرائيل تقتل قتال قتال الجماعات التابعة لإيران اليوم وقف قتل الأطفال يا أستاذ فينا ننكر دور أنصار الله الحسيين في اليمن وما يقوموا به دور فينا ننكر بس هل وقفت الحرب اليوم غزوان صاري اليوم أهل غزوان يا حبيبنا بدلا أن يستفرض العدو بغزة وحدها الأم كلها الآن مع غزة وما يقام به حزب الله عمل لتقوية دوري يعني للبعض بيقول يقومي دور لكن شو بنتي حزب الله بيقدم التضحيات من شأن يضعف دوره طب أنتوا لاش ما بتقوم دور كنا دول العربية الكأستاذ الدول العربية مطلوبنا لا جيوش بس تطرد السفير وتهدد بس شوية بأنه بنقطع عنك النفط يا دول التي تقتل الأطفال أو جيوشنا ما بتسمح على حدود مصر يا رجل يجوع على أهل غزة يدمر المساجد يدمر الكنائس تدمر هذا أمر ما بقفك لك أنتوا عدوك هايدي عم تقطع المياه النيل عن الشعب المصري في نحن الدول العربية ليس لها عذر أبدا هي إما متآمرة وإما خاضعة وإما ضعيفة لا حول لها ولا قوة وبالتالي بيسبوا إيران لا لا تسبوا إيران إيران عم تشغل لمصلحة ولتقوية مشروعة وان أنتوا مشروعكم مشروعكم التطبيع مشروعكم دعم إسرائيل ليش ما بيكون مثلا المشروع منطقة مستقرة مزدهرة جيد هذا هو المشروع العدو الإسرائيلي يريد الهيمن على المنطقة طيب هذا الشعب الفلسطيني بغزة إلى 17 سنة محاصر من سيعيد أعمار غزة برأيك إيران بس تتحرر إن شاء الله غزة والعدو يخرج يعني مهزوما قريبا إن شاء الله غزة تتعمر رغم أنف الذين المطبعين رغم أنف الذين يعني يسئئون إلى المقاومة ويتهمونها وبدي أقول شغلي إنه ده قدمنا 40 ألف شهيد بغزة و70 ألف 80 ألف شريح يا عمي فيتنام قدم و3 ملايين ونصف شهيد وروسيا 20 مليون شهيد للتحرير ضد النازية بجزائر مليونان شهيد أرض الملايين بليبيا بمغرب لك يا عمي بسوريا لك ترابلس سقط منها شهداء ترابلس بلبنان ضد الاحتلال الفرنسي بقال بقى صحة التل من الجيش الفرنسي سقط الطلاب للشهداء دفاعا عن لبنان لماذا ينكروا على أهل غزة الدفاع عن كرامتهم وعن وجودهم ولتحرير أرضهم وبعدين هذه المقاومة عملت إنجاز كبير حطمت أسطورة الجيش الرابع عالميا ومدعوم بالجسر الجوي لكل أنواع الأسلحة ما بقى فينا نسمع لمن يخذل وهذا بيقول السنوار ورّت غزة شوية المقاومة الفرنسية ضد المحتل ورّت الفرنسيين واللي بروسيا ورّت 20 مليون أكثر 27 مليون قدموا ضد النازية لكي تحرير بلدهم كانوا غلطانين جميل جدا المواقف الحالية والمواقف هذه الأسبوع التي عملت ضج بالبلد البعض من جمهور المقاومة وحزب الله حي هذا الأمر وقال أنه هذا موقف شجاع ورجولي عند الشدائد ولكن كمان مؤثرين من مناصرية حزب الله والمقاومة طلعوا قالوا تاريخك عفوا ولكن هذا الكتب يعني إجرام ذكروك بمعركة أو مجزرة حلبة بالألفين وثماني أنه رجالك هم من قاموا بقتل عشرة من الأشخاص المقاومين ربما كانوا تابعين للقوم السوري وبالتالي طلعوا يقولوا هؤلاء المؤثرين أنه لا تغفروا لهذا الشخص هذا له تاريخ غير يعني ما فينا كلمة خلينا نسينا ننسى شو عامل معنا أولا أنا مني مناطر لا من مؤيدي حزب الله لا من المؤيدين لموقفي ولا المعرضين مني لا أحتاج إلى شهادة منهم أنا موقفي هو الشهادة موقفي وموقفي الحق وأدافع عن أهلي وعن ديني وعن وطني الأمر الآخر بسبعة أيار قلتلك هم أخطأوا بهذا الموضوع واللي حصل بحلبة أنه أطلقوا النار على المتظاهرين قتلوا ستة من عنا وأكتر من 22 جريح وكان ردة الفعل من الجمهور أيضا قتل 11 واحد من القومين السوريين وهذا تم رأب الصدع باتفاق الدوحة وتشكيل حكومة بعد خلاف وبعد سرعة أيار ما نناطر منهم ينسوا لك أنا ما نناطر من حدا تفتخر بتاريخك أنا أفتخر بتاريخي أنني أدافع عن كرامتي وكرامة أهلي والمن وعاجبوا يدق رأسوا بالحيب أما أنا أنتظر من قسم من جمهور حزب الله رضيان وقسم مش رضيان ما بهمني هذا الموضوع أنا بهمني رضا الله ثم كرامتي وكرامة أهلي وهذا يعلم القاسي والداني أنا ما أبيع كلمتي ولا موقفي بكل مال الدنيا وأنا جدي الحسين الله يرضى عنه قال كلمته المشهورة والله لن أبيع كلمتي أو أبذلها إلا في طاعة ربي وأنا خالد الظاهر ما بيقول كلمي إلا من أجل المصلحة التي ترضي الله عز وجل أولا وتخدم شعبه واللي ما نعاجبه هو الحر نعم أنا كنت بدي أختم هون ولكن في موضوع كمان مستجد حكى فيه سيد نصر الله عن قبرص وكمان في كلام لرئيس مجلس إدارة أجر وصابقا عبد المنعم يوسف عم بيقول أنه مشاريع الاتصالات المشتركة مع قبرص هي مشاريع خطرة ذات أهداف أمنية محددة من قبل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بهدف التنصت والتجسس وقرصنة معلومات حركة التخابر يعني وبالتالي اليوم شخص كان بمركز خاص بالاتصالات بأجيرو بلبنان عم بوافق ربما على خطورة آآ قبرص بالنسبة للبنان أو خدمة خدمة لإسرائيل غير اللي حكي فيه سيد نصر نعم وأنا بعدتلك وأنا بعدتلك كمان لقد حكيتني بالموضوع بعدتلك تفصيل كلام الدكتور عبد المنعم يوسف اللي هو إنسان منه مع حزب الله يعني يحكي علميا يحكي علميا وقد حذر المسؤولين سابقا يعني من سنوات وحذر الأمنيين وكتب في جريدة النهار وأن قبرص هي مركز يعني للمعلومات والداتا وكل الأشياء التي يعني وهذا اللي حذر منه سيد نصر النموقف سليم أن لا تستخدم أرض قبرص أرضا للعدوان على ربنان ما بعد ينفعل اليوم ما خلص كل الداتا صار عند إسرائيل ما في مشكلة إذا إذا صار من أرض أبرص اعتداء على لبنان وأنا أنا شخصيا أستبعد أن يقوم العدو الإسرائيلي بمهاجمة لبنان لاعتبارات عديدة لا ترى أن المعركة ستتطور أنا أعتقد أنها لن تتطور ولن يقدم العدو على خطوة ستؤدي به إلى دمار شامل أول الشي لبنان عنده تنوع طائفي فيه مسيحيين ودروز وشيعة وصنة كلهم رحي قاتلوا السنة رحي قاتلوا وأقليات هؤلاء أمريكا أو أوروبا لن يسمحوا بأن يتم تدمير هذا البلد بسبب أهله وعلاقاته ويلوبي المسيحي بأمريكا الدرزي الشيعي السنة إذن لبنان ما نلقمي سائرة على المستوى أنه إسرائيل وطيجي تفوت عليه أثنين في مقاومة بالجنوب عند تجري بألفان وستة وقلتلك نحن منا طارئين على المقاومة بالألفان وستة كان الشباب السنة أساس في المعادلة لكنهم دون أن يظهر لهم إعلام وكلام كانوا أكبر سند للمقاومة في جنوب لبنان يعني شو بدي أحكي ما فيني أحكي أكتر من هيك لماذا ما فيك بالعكس لأنه هالنقطة حتى حزب الله لم يوضحها يعني ما شفنا يا حبيبنا بألفان وستة كان دور الشباب في قوات الفجر أساسي في المعادلة مع حزب الله بالتعاون وليس في التبعية فهد إلى حد هونو بس إذن بعدها قوة نارية الآن عند حزب الله والتطور التقني وهذا لمصلحة لبنان ولمصلحة الأمة وأنا هون بدي أرجع على أهل الملة نجمع الصف ونشوف الأشياء التي سيئة بيننا لأنه الأخطاء مشتركة بين الشيعة والسنة مش بس أخطاء عند الشيعة أخطاء عند السنة لأنه في جرى توظيف قسم من السنة توظيف عند الأمريكان وعند أعداء الأمة وهعطيك مثال واحد بس لما جاء الغزو الاتحاد السوبيتي إلى أفغانستان قام أهل أفغانستان بالتصدي للمحتل لما الأمريكان لهم مصلحة شجعوا ذهاب الشباب من السعودية ومن الخليج ومن مصر وبدعم الحكومات بالمال وبالسلاح لقتال الاتحاد السوفيتي لأنه مصلحة لأمريكا كما إيران عند مصلحة سياسية لحظة عم نحكي بالإطار السياسي كل واحد خليني وضح لك الصورة إذن تم توظيف الشباب السنين المسلم والدول وأموال الدول ضد الاتحاد السوفيتي أنا أرفض أن يوظف أهل السنة ضد إيران أو ضد الشيعة لمصلحة كمان أنه إيران تراعي وتحترم كرامتنا ودورنا وتنتبه من المؤامرات يعني خلونا نكون يد وحدي في مواجهة العدو وكل فريق له خصوصية أنتو يا شيعة لكن خصوصية مثل ما بتحبوا الإمام عالي أكتر وأنا جدي الإمام عالي الله يرضى عنه حقكم وإن أنت بتصلي إيديك لتحت جيد ضد بس أنا ما بفتح أبواب الفتنة بين أهل السنة والشيعة هذا اللي أنا عم حذر منه أخيرا في حال تطورت الحرب وأصبحت حرب شامبي خالد الظاهر سيحمل السلاح وسيشكل شباب محل لك أتباع خالد الظاهر يروحوا يقاوموا أنا جزء من هذه الأمة وأنا دم وأنا أنا أنا اقتراحت على بعض الناس بأنني أخي لاش لا تبعتوا هالشباب اللي عمروا العشرين سنة يقاطلوا أبعتوا هالي عمروا قطع الخمسين والستين خلي يقاطل يا أخي خلونا خلونا نموت على الحق خلونا ندافع عن بلدنا أنا إذا لا سمح الله صارشي أنا جاهز يا أكتر ما تركت هذا الخط وليه الشرف أن أكون سباق في مش تابع استاذ أنا مني تابع وأنا لا أطلب لا من حزب الله ولا من غير شيء أنا بهمني أن أقوي مناعة بلدي وصمود بلدي ووحدة بلدي الوطنية وأنا قبل هلأ أجهت كلام للقوات اللبنانية والطائرات الحر والكتاب أنه يا عمي ما في مصلحة أنفوت بحزب الله لأنه هاي دي معركة خاصرة علينا تخدم العدو وطلابت بس تخلونا نوقف توقف غزة ومن ناضل يا أخي بعدان نتفق مع حزب الله أو منختلف معه وما منقبل إلا بسلطة دولة كاملة وننصر القضايا المحقبة بدك تتحمل اليوم التعليقات على الحلقة ما عندي مشكلة النائب السابق خلي الظاهر شرفنا حضورك ولكن مني منتظر لا من جمهور حزب الله شهادي لأنني شهادتي من الله أولا ومن أهلي بيعرفوني أني أنا أول إنسان رأى على جنوب لبنان وسأط معي شهاده وجرحه ودربنا ما تأخذني حزب الله كان يتدرب عنا بالمواقع فنحن منا طارقين على المقاومة ونحن مش يعني ستعود إلى المقاومة كقائد للمقاومة طبيعة نحن هذا خطنا ما غيرناه وبعدها أنا ما بيهمني لا قائد ولا جندي أنا بيهمني برضا الله وبدأ يختمل بمقولة لأحد العلماء الكبار الذي يقول إذا صح منك القصد وخلصت منك النية فلا يهمك أن تكون قائدا مشهورا أو جنديا مغمورا نتبع على المقولة إذا صح منك القصد يعني أصدق صحيح وخلصت منك النية ونيتك خالصة صادقة فلا يهمك أن تكون قائدا مشهورا أو جنديا مغمورا ما الله يرضى عليك أنا جندي لخدمة بلدي وأهلي والدفاع عن الحق ومع المظلومين أينما كانوا وفي كل مكان شكراً لك شكراً لك مشاهدين الكرام هايكما نكون وصلنا لختام الحلقة شكراً لمتابعتك وما قال اللقاء اشتركوا في القناة